ما هو رأيكم بقصة لقاء الحاج البغدادي الواردة في كتاب مفاتيح الجنان الحاج البغدادي هو الذي ورد اسمه في القصة من أنه الحاج علي البغدادي بحسب القصة فإنه التقى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أنا لا أريد أن أذكر القصة لضيق الوقت بإمكانكم أن تعودوا إلى مفاتيح الجنان وهو كتاب متوفر في بيوتكم إن لم تكنوا قد اطلعتم عليها بإمكانكم أن تطلعوا عليها هذا هو مفاتيح الجنان المعرّب لأن الكتاب في أصله باللغة الفارسية للمحدث القمي وهذه النسخة المعروفة والمنتشرة في بيوتنا مفاتيح الجنان المعرّب عرّبه محمد رضا النوري النجفي وإلا فإن النسخة الأصلية لمفاتيح الجنان باللغة الفارسية هذه النسخة الأصلية لمفاتيح الجنان باللغة الفارسية للمحدث القمي بحسب هذه الطبعة التي بين يدي وهي طبعة تشابخان شفاق طهران إيران بحسب هذه الطبعة فإن الحكاية تبدأ من صفحة ستمية وثلاثة وثلاثة وهو يقول في مقدمة كلامه أعني المحدث القمي قد نقلها عن كتاب النجم الثاقب لأستاذه المحدث النوري عباس القمي من محدثي الشيعة الذي ألف مفاتيح الجنان ألفه باللغة الفارسية ولم يؤلفه باللغة العربية بعد ذلك ترجم إلى اللغة العربية حكاية حاج علي البغدادي أوردها عن كتاب من كتب أستاذه المحدث النوري كتابه أيضا باللغة الفارسية المحدث النوري النجم الثاقب وهذا الجزء الثاني من طبعة انتشارات مسجد مقدس جمكران مطبوعات مسجد جمكران إنه المسجد المهدوي المعروف في مدينة قم المقدسة فهذا هو الجزء الثاني والكتاب كما قلت باللغة الفارسية تبدأ الحكاية صفحة خمسمية وثلاثة وسبعين وهي الحكاية الحادية والثلاثون بحسب تسلسل الحكايات والأحداث والوقائع التي أوردها المحدث النوري في كتابه هذا حيث ذكر مجموعة من الوقائع واللقاءات التي جرت زمان الغيبة فيما بين الشيعة وإمام زمانهم وهذه حكاية من الحكايات هذا الكتاب قد ترجمه ياسين الموسوي السيد ياسين الموسوي وهذا الجزء الثاني النجم الثاقب في أحوالي الإمامي الحجة الغائب للمحدث النوري المحدث النوري توفي سنة ألف وثلاثمية أو عشرين للهجرة نحن الآن في سنة ألف أربعمية وخمسة وأربعين للهجرة وعلي البغدادي صاحب الحكاية كان معاصراً للمحدث النوري هذه الطبعة إنها الطبعة الأولى 2007 ميلادي مطبعة وفا تبدأ الحكاية في الصفحة الخمسين بعد المئة الحكاية الحادية والثلاثون وأوردها المحدث النوري بصياغة تختلف عن الصياغة التي هي في النجم الثاقب النجم الثاقب للمحدث النوري هناك كتاب للمحدث النوري عنوانه جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة عليه السلام أو معجزته في الغيبة الكبرى للمحدث النوري طبع لوحده وألحق بالجزء الثالث والخمسين من بحار الأنوار هذا هو الجزء الثالث والخمسون من بحار الأنوار للمجلس والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان بعد أن تنتهي أوراق الجزء الثالث والخمسين مما صنفه وكتبه المجلس يبدأ كتاب المحدث النوري جنة المأوى إلى آخر ما جاء في عنوان الكتاب أورد الحكاية تحت هذا العنوان الحكاية التاسعة والخمسون صفحة ثلاثمية واثناش وما بعدها هذه مصادر الحكاية قد تستغربون لماذا جئت بكل مصادر الحكاية فمصدرها الأول كما بينت لكم كتاب النجم الثاقب إنها الحكاية التي نقلها المحدث القمي في مفاتيح الجنان في النسخة الفارسية الأصل ومفاتيح الجنان ترجم إلى اللغة العربية إنها النسخة المتوفرة في بيوت الشيعة في بيوت الشيعة العرب وإلا في بيوت الشيعة الفرس فإن النسخة الأصل هي التي تتوفر عندهم هذا هو المصدر النجم الثاقب للمحدث النوري الذي نقل منه صاحب مفاتيح الجنان المحدث النوري كما قلت لكم كان معاصرا لعلي البغدادي صاحب الحكاية فذكر حكايته في كتابه النجم الثاقب وذكر حكايته أيضا في كتابه جنة المأوى النجم الثاقب باللغة الفارسية وجنة المأوى باللغة العربية حكاية من حكايات الشيعة الذين وفقوا للقاء إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه السؤال الذي وجه إلي ما هو رأيكم بقصة لقاء الحاج البغدادي الواردة في كتاب مفاتيح الجنان الشيعة يمكن أن يلتق إمام زمانهم وهناك الكثير من الحوادث هذه الحوادث نقبلها بالإجمال لا نتعامل معها كما نتعامل مع الروايات والأحاديث التي نعرف مصادرها ونعرف رواتها ونعرف مضامينها التوقعات قطعا هي من جملة الروايات والأحاديث التوقعات إنها الرسائل التي وردت من إمام زماننا صلوات الله عليه زمان الغيبة الأولى الحوادث والوقائع التي نقلت زمان الغيبة الأولى أو الغيبة الثانية وهي التي نحن فيها من أن أشخاص من الشيعة وفقوا للقاء إمام زمانهم هذه الحوادث نقبلها بالجملة التفاصيل في هذه الحوادث نحاكمها نحن نحاكم الروايات والأحاديث التي نشك فيها هذا هو منهج العترة الطاهرة الروايات الروايات والأحاديث التي نشك فيها نحاكمها نعرضها على القرآن نعرضها على ما هو ثابت من دين العترة الطاهرة فحكاية علي البغدادي كسائر الحكايات الأخرى التي وصلت إلينا من أن جمعا من الشيعة إن كان ذلك في الغيبة الأولى أو كان ذلك في الغيبة الثانية التي نحن فيها من أن جمعا من الشيعة وفقوا للقاء إمام زمانه بالإجمال نقبل هذه الوقائع ونقبل هذه الأحداث إذ لا يوجد مبرر لتكذيبها إلا إذا ثبت عندنا أن الحادثة قد كذبت على إمام زماننا من خلال أدلة تتوفر لدينا من خلال القرائن التي تحف الموضوع إلى غير ذلك يمكن أن تكون واقعة من الوقائع قد كذبها الكاذبون إذا ثبت ذلك فإننا نرفضها قطعا أما سائر الوقائع التي ينقلها الشيعة ولا نجد مبررا لتكذيبهم وهي تأتي في سياق ثقافتنا الدينية لا تكون خارجة عن الذي نعرفه من الثوابت في ثقافة العترة الطاهرة حينئذ لا نملك مبررا لتكذيبها لكننا إذا أردنا أن ندرس التفاصيل بدقة فعلينا أن نحاكمها وأن نعود بها إلى القرآن أو إلى ثوابت أحكام وأصول ثقافة العترة الطاهرة بخصوص حكاية علي البغداد هناك أمران مهمان لا بد من الإشارة إليهما الأمر الأول هناك اختلاف في النقل الذي نقل الحادثة المحدث النوري في كتابين من كتبه في الكتاب الأول النجم الثاقب في الصفحة الثانية والخمسين بعد المئة من الجزء الثاني من النسخة المترجمة إلى اللغة العربية والتي ترجمها ياسين الموسوي ورد هذا الكلام وكان الاختلاف في النقل وكان الاختلاف في الجملة في موضعين أو ثلاثة وقد اعتذر عن ذلك بسبب طول المدة من الذي اعتذر عن هذا الخلل في النقل هو صاحب القصة علي البغدادي أنا لا أريد أن أقرأ كل الكلام إنما هي إشارات سريعة لأن الحكاية طويلة وهناك تفصيل في الكلام هذا الذي جاء في كتاب النجم الثاقب والذي هو في الأصل باللغة الفارسية للمحدث النوري وكان الاختلاف في الجملة في موضعين في جملة الحكاية أو ثلاثة وقد اعتذر عن ذلك بسبب طول المدة المعتذر هو صاحب الحكاية علي البغدادي هذا في كتاب النجم الثاقب للمحدث النوري في جنة المأوى حيث أورد الحكاية ونقلها الله عما كتبه بقلمه محمد ابن أحمد ابن الحسن الحسيني الكاظمي مسكنان من علماء الكاظمية وكان معاصرا للمحدث النوري فما الذي ذكره في نهاية ما كتبه محمد الحسيني الكاظمي قال وينبغي أن يعلم أن هذا الرجل والرجل المتقدم ذكره في القصة السابقة في قصة قبل هذه القصة أوردها المحدث النوري وهي الحكاية الثامنة والخمسون لا شأن لنا بها كلامنا عن الحكاية التاسعة والخمسين التي هي حكاية علي البغداد لأن الحكايتين قد كتبهما بقلمه محمد الحسيني الكاظمي وينبغي أن يعلم أن هذا الرجل يعني علي البغدادي صاحب الحكاية أن هذا الرجل والرجل المتقدم ذكره في القصة السابقة هما من السوق من عوام الشيعة وقد حدثان بهذين الحديثين باللغة المصحفة المراد من اللغة المصحفة اللغة الدارجة اللهجة الشعبية وقد حدثان بهذين الحديثين باللغة المصحفة التي هي لسان أهل هذا الزمان فاللفظ مني هو الذي صاغ الحكاية بقلمه فاللفظ مني مع المحافظة التامة على المعنى فهو حديث بالمعنى ثم ذكر اسمه محمد ابن أحمد ابن الحسن الحسين الكاظم مسكنا إذا قمنا بعملية مقارنة دقيقة بين المكتوب في جنة المأوى والمثبت في النجم الثاقب مع العلم أن الكتابين لمؤلف واحد وهو المحدث النوري نجد اختلافا في تفاصيل ما جاء مثبتا في هذه الحكاية وهذا هو الذي أشرت إليه قبل قليل من أننا نقبل هذه الحكايات بالجملة وحينما نريد أن ندقق فيها فإننا نحاكمها إلى القرآن أو إلى الثابت من حديث العترة الطاهرة إذن نحن لا نملك نصا صحيحا كاملا مأخوذا من صاحب الحكاية نفسه وإنما نقلت الحكاية عنه نقلت باللغة الفارسية ترجمت إلى اللغة العربية وكتبها أحد علماء الكاظمية بحسب تعابيره هناك اختلاف بين هذه النقول وبغض النظر عن هذا الاختلاف مسألة واضحة في هذه الحكاية المسألة الواضحة في هذه الحكاية إمام زماننا يعبر عن مراجع النجف عن علماء الدين بأنهم وكلاؤه وعلي البغدادي كان قد دفع الخمس لهؤلاء العلماء لهؤلاء المراجع والإمام قال له بحسب الحكاية من أن الأموال قد وصلت إلى وكلائنا هذا الأمر يتعارض مع توقيع إسحاق بن يعقوب الذي هو سيد التوقعات توقيع إسحاق بن يعقوب كان مكتوبا بخط إمام زماننا ووصل إلى السفير الثاني والسفير الثاني سلمه لإسحاق بن يعقوب والكلين روى هذا التوقيع عن إسحاق بن يعقوب كبراء الشيعة في ذلك الزمان نقلوا التوقيع عن الكلين وهذا الأمر مثبت في كتاب كمال الدين وتمام النعم للصدوق المتوفى سنة ثلاثمية وواحد وثمانين للهجرة ومثبت أيضا في كتاب الغيبة للطوسي المتوفى سنة أربعمية وستين للهجرة التوقيع الشريف واضح وواضح جدا إنني أقرأ من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة في الصفحة المرقمة خمسمية واثنعاش وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا الكلام واضح وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث فما جاء في حكاية علي أهل بغداد يتعارض تعارضا كاملا مع هذا التوقيع فإما أن تكون الحكاية مكذوبة بكاملها وإما أن يكون هذا الجزء مكذوبا أضيف إلى الحكاية بقي هناك احتمال ضعيف أن علي البغداد يدفع الأخماس كحال الشيعة فإن مراجع النجف وكربلاء يضحكون على الشيعة في هذا الأمر فيكون الإمام هنا قد تكلم معه بلسان المجارات والمدارات وهذا بعيد جدا بعيد وبعيد جدا فإما أن تكون الحكاية مكذوبة بكاملها وليس عندنا من دليل على ذلك وإما أن يكون جزء من الحكاية مكذوبا وهو الذي يتعلق بوصف المراجع بأنهم وكلاء صاحب الزمان وكلاء صاحب الزمان لا يعرفون صاحب الزمان وكلاء صاحب الزمان لا يعرفون شؤون صاحب الزمان لا أريد الحديث في كل التفاصيل لكن في الحكاية نفسها فإن علي البغدادي الذي جاءت حكايته في مفاتيح الجنان وأقرأ من مفاتيح الجنان لأن الكتاب متوفر لديكم فهو يقول من أنه ذهب إلى النجف ودفع مقدارا من الخمس إلى مرتضى الأنصاري مرتضى الأنصاري هذا هو الذي يفتي بالتصرف بالأخماس بغض النظر هل أن الإمام الحجة يكون راضيا أو ليس راضيا وهذا مثبت في كتبه وقد قرأت هذا عدة مرات في برامج السابقة يمكنكم أن تعود إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع إنني ما جلبت كتابه كي أقرأ كلامه لضيق الوقت عودوا إلى الحلقات المختصة كي تطلعوا على كلام هذا المرجع الشيعي إنه يعتبر التصرف بأموال الأخماس زمان غيبة إمام زماننا إنه إحسان محط ما على فاعله من سبيل حتى لو كان يتصرف بطريقة مخالفة لما يريده إمام زماننا هذا الكلام واضح هذا كلام قذر لا يصدر إلا عن قذر فهل هؤلاء هم وكلاء صاحب الزمان هذه أكاذيب فإما أن تكون الحكاية مكذوبة بكاملها وإما أن يكون هذا الجزء الذي يرتبط بالخمس ودفع الخمس وبأن مراجع النجفي وكلاء صاحب الزمان أن يكون هذا الجزء مكذوبا لأنه يتعارض مع التوقيع الشريف وهو توقيع واضح وجلي على الأقل بالنسبة لي مع ملاحظة أن السؤال موجه إلي وأنا أجيب بحسب معلوماتي بالنسبة لي هذا التوقيع توقيع حقيقي صادر عن إمام زماننا بنحو قطعي لا شك فيه والإمام بنحو صريح يقول وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث فما معنى هذا الهراء ما معنى هذا الهراء وما قيمته هذا الذي يقال له مرتضاء الأنصار الذي يفتري على إمام زماننا رجل كذاب كذاب بتمام معنى الكلمة هذه فتوى من أن تصرف المراجع بالخمس زمان الغيبة إنه إحسان محط ما على فاعله من سبيل حتى لو كان المرجع يتصرف بطريقة مخالفة لإمام زماننا هل هذا منطق شيعي هذا منطق قذر إلى أبعد حدود القذارة فكيف يكون هذا القذر بمنطقه القذر هذا وكيلا لإمام زماننا ولا أريد أن أتحدث عن الباقي الكلام هو هو المقنعة الرسالة العملية للشيخ المفيد متى انتهت الغيبة الأولى انتهت سنة 329 متى توفي المفيد 413 وفاته 413 للهجرة والغيبة الأولى انتهت سنة 329 مرجعية المفيد كانت في هذه الفترة إنه زمان قريب للغيبة الأولى زمان ملاصق للغيبة الأولى ماذا يقول المفيد في رسالته العملية المقنعة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة لا أريد أن أقرأ كل كلامه إذا أردتم الإطلاع على تفاصيل موضوع الخمس عودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع في برامج السابقة فلقد تكلمت كثيرا عن هذا الموضوع هكذا يقول المفيد في الصفحة الخامسة والثمانين بعد المائتين وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك في موضوع الخمس عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال لماذا لماذا تفرقوا ألم يكون في زمن قريب من الغيبة الأولى والنواب الخاصون كانوا موجودين وكان أمر الخمس معروفا عند الشيعة ليس هناك من خمس منذ النصف الثاني من سفارة السفير الثاني وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك في موضوع الخمس عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال هؤلاء هم نواب صاحب الزمان وهم لا يعرفون حكم صاحب الزمان أي نواب هؤلاء مسخرة هؤلاء وهذه المسخرة تستمر إلى يومنا هذا فما جاء في حكاية علي البغدادي بخصوص الخمس وبخصوص أن المراجع وكلاء الإمام هذا جزء من المسخرة وقد اختلف قوم من أصحابنا في ذلك عند الغيبة وذهب كل فريق منهم فيه إلى مقال فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام وهؤلاء هم المصيبون وما تقدم من الرخص فيه من الأخبار لا أريد أن أدخل في دقة موقف هؤلاء وعلى أي شيء اعتمد لا يبدو أنهم اعتمدوا على التوقيع الشريف مثل ما يقول المفيد وبعضهم يوجب كنزه أن يدفن في الأرض وبعضهم 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 إلى أن يقول في الصفحة السابعة والثمانين بعد المئتين هكذا يقول وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لماذا لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ هم ليسوا مطلعين على توقيع الإمام أي نواب للإمام هؤلاء أو أنهم اطلعوا عليه وما اعتبروه أسقطوه عن الاعتبار ولذا يقول لا يوجد هناك نص صريح عن الإمام يشخص لنا تكليفنا أي نواب هؤلاء هؤلاء هم مراجع الشيعة منذ بداية الغيبة الكبرى حينما أقول لكم من أن الشيعة مسخرة منذ سنة 448 وإلى اليوم هذه الحقائق بين أيديكم والمفيد توفي سنة 413 قبل التاريخ الذي أتحدث عنه مشكلتنا بدأت منذ ذلك الوقت ولذا فإن إمام زماننا في رسالته التي وصلت إلى المفيد سنة 410 يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة مذ جنح كثير منكم إلى أي شيء جنح مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ابتعدوا عن منهج السلف الصالح من أصحاب الأئمة مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هذا الكلام في سنة 410 للهجرة ماذا سيقول إمام زماننا لهؤلاء الغبران الثولان في النجف وكربلاء في سنة 1445 للهجرة وإنما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه فيه من صريح الألفاظ هذا حال المفيد وأمثال المفيد هل هؤلاء نواب لصاحب الزمان لو كانوا نوابا لصاحب الزمان لاهتدوا إلى ما يقوله صاحب الزمان ولذا معارض معارض لأمرين الأمر الأول التوقيع الشريف وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلا إلى وقت ظهور أمرنا والأمر الثاني الواقع الشيعي في زمن المفيد لم يكن مراجع الشيعة وكلاء للإمام لو كانوا وكلاء للإمام لعرفوا حكم الإمام في موضوع الخمس واختلف المراجع آنذاك بين من أسقط وجوبه وبين من أوجبه لكن يلقى في البحر وبين من أوجبه لكن يدفن في الأرض وهناك من أوجبه وأن تبقى الأموال أمانة تنقل من شخص إلى شخص إلى ظهور إمام زماننا وهناك وهناك أقوال كثيرة لو كانوا هؤلاء فعلا وكلاء للإمام لبين لهم الإمام بطريق جلي بطريق خفي لأرشدهم إلى التوقيع الشريف لكانوا قد وقعوا على هذا التوقيع الشريف هذا التوقيع مذكور في كتاب الصدوق والصدوق أستاذ المفيد الصدوق ما هو ببعيد عن زمان المفيد وزمان المراجع الذين يتحدث عنهم المفيد من أنهم اختلفوا في حكم الخمس لكنهم مخذولون مخذولون هذه هي الحكاية هذه هي الحكاية من أولها إلى آخرها لا تتوقع أن المراجع المعاصرين من السيستان إلى البقية الباقية هم متيقنون من فتواهم بخصوص الخمس لا تتوقع هذا تضحكون على أنفسكم إذا كنتم تتوقعون هذا لو كانوا متيقنين من الموضوع لماذا يقولون لكم من أن أموال الخمس وهي في جيوبكم إنها أموال الإمام الحجة ولكن حينما تنتقل إلى جيوبهم تصبح أموالا مجهولة المالك هذا هو المثبت في كتبهم هذه الحقيقة ماذا تثبت تثبت أنهم ليسوا متيقنين مما يقولونه ومما يفتون به بخصوص موضوع الخمس لكنها الأموال لكنها الدنيا لكنها المناصب لكنها ولكنها فهؤلاء الذين يكذبون على إمام زماننا سيكذبون على علي البغدادي ويكذبون على غير علي البغدادي النتيجة النهائية إما أن تكون الحكاية مكذوبة وأساسا لا يوجد شخص بهذا الاسم وإما أن تكون الحكاية مقبولة بالإجمال وهذا الجزء منها مكذوب مكذوب هناك احتمال ضعيف جدا أن الإمام تحدث معه بلسان المجارات والمدارات وهذا بعيد جدا بعيد جدا نذهب إلى فاصل